بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم تنميذ الصف الخامس لابتدائي نلتقي مع حل تطبيقات الأضواء المتحدرة على النص المعلومتي التجارة على مرض الزمان وذلك من المحور الثالث والموضوع الأول السوق المصري في البداية اذكرك بالاشتراك بالقناة وكذلك مشاركة هذا الفيديو مع الآخرين وكذلك الإعجاب بالفيديو النشاط الأول اقرأ ثم أجب يطلق مصطلح التجارة على الأعمال التجارية التي يتم من خلالها بيع السلع وشراؤها هذا معنى كلمة التجارة بيع السلع وشراؤه وكذلك يطلق على الخدمات الخدمات وترتبط التجارة ارتباطا وثيقا بالحضارة بإذن كدئة التجارة متعلقة بالحضارة كيف ذلك؟ فقد ظهرت التجارة مع تحضر الإنسان وتوسع احتياجاته وعدم اقتصارها على المأكل والمشرب والمسكن بإذن التجارة لها دور في تقدم وتطور وتحضر الإنسان وقد تتم التجارة في نطاق ضيق داخل الأسواق المحلية أو خارج حدود البلد بإذن التجارة تتم في نطاق ضيق داخل الأسواق المحلية هذا نطاق ضيق يعني لها التجارة الداخلية أو التجارة الخارجية خارج حدود البلد التجارة بين بلدين أو أكثر بعد ذلك للتجارة فوائد متعددة لها فوائد كثيرة منها خلق فرصي عمل يعني إيجاد فرص عمل للشباب من خلال هذه التجارة أيضا من الفوائد رفع مستوى دخل الفرد الدخل بارتفع طيب بعد ذلك الدخل الشهري والعائد الذي يعود عليه كذلك ثالثا تعدد البضائع وتنوعها جودة وسعرا كلما زادت التجارة زادت هذه البضائع وتنوعت من حيث الجودة ومن حيث السعر أيضا وكلما زادت التجارة هذه قل السعر قل السعر قلت التكلفة طيب تخير الإجابة الصحيحة معنى كلمة السلع السلع هي البضائع طيب مضاد كلمة متعددة عكس متعددة يعني قليلة لأن متعددة تدل على الكثرة بإذن العكس القلة اللي هي قليلة مفرد كلمة الأسواق السوق السوق واللم هنا شمسية لأنها لا تنطق وينطق الحرف الذي بعدها مشددا الحرف المشدد كما نعرف بإيه بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك طيب ضع علامة صحوة علامة خطأ يطلق مصطلح التجارة على بيع السلع فقط طبعا خطأ على البيع والشراء أيضا ترتبط التجارة ارتباطا وثيقا بالحضارة نعم السؤال التالي متى ظهرت التجارة طبعا التجارة هنا فاعل لماذا التجارة فعل المهم الإجابة ظهرت التجارة مع تحضر الإنسان وتوسع احتياجاته وعدم اقتصارها على المأكل والمشرب والمسكن يعني لماذا احتاج الإنسان للتجارة قديما في البداية بسبب توسع احتياجات الإنسان لإنسان احتياجاته كثرت لم تقتصر احتياجات الإنسان قديما على المأكل والمشرب والمسكن فقط نوعي زيكل ويشرب ويس فقط لا احتاج لأشياء أكثر من ذلك احتاج للتبادل تبادل شيء بشيء فبالتالي ظهرت فكرة التجارة قديما طيب اذكر بعض فوائد التجارة من فوائد التجارة كما قلنا أولا خلق فرص عمل إيجاد فرص عمل ورفع مستوى دخل الفرد الدخل بتاعه بيرتفع الفلوس اللي بياخدها طبعا خلاص وتعدد البضائع وتنوعها جودة وإيه وسعرا السؤال التالي يبين على متاء عرابي ما تحته خط تغرد العصافير الذي يغرد العصافير يعني العصافير فاعل مرفوع وعلامة الرفع علامة الرفع الضم لماذا؟ لأنه جمع تكسير طبعا عصافير جمعي عصفور هو عايز العلامة فقط هتبقى إيه الضم لكن اللي لازم تكون فاهم الضم ليه من الشرح كرم المدير أحدا كرم فعل ماضي تغرد هنا المدارع كرم فعل ماضي من اللي كرم المدير كرم مين؟ أحد العلماء يبقى أحد مش تقولي العلماء لا أحد العلماء العلماء هنا مضاف إليه لأنه نكروا معرفة المهم كلمة أحد هي اللي فاعل رصب مفعول مفعول لأن طبعا المدير فاعل مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة أيضا يريد العلامة فقط الفتحة لماذا؟ لأنه إلانه مفرد ننتقل إلى النشاط الثاني تعرف التجارة الداخلية بأنها العمليات التجارية التي يتم فيها تداول السلع بين التجار في السوق المحلي هذه هي الكلمة المهم يبقى باختصار التجارة الداخلية اللي بتكون في السوق المحلي الداخلي لس على المستوى المحلي فقط لو عكس المستوى العالمي أو الدولي وهكذا يبقى إذن تكون التجارة الداخلية في السوق المحلي في الأسواق الداخلية داخل البلد ضمن منطقة جغرافية محددة تنقسم إلى نوعين تجارة دخلية تجارة الجملة أولا وتكون كمية البضائع المتاجر فيها كبيرة كمية البضائع بتكون كبيرة في تجارة الجملة حيث توضيح بقى حيث يشتري تجير الجملة كميات كبيرة من البضائع ثم يبيعها لتجار التجزئة عندنا فيه تجار جملة تجار جملة وفيه تجار تجزئة تجار الجملة اللي بيبيعوا طبعا بكيميات كبيرة بيشتروها طبعا بالجملة كده وبسمن أقل طبعا ثم توزع على بقية بقى التجار اللي هم الأصغر منهم نسميهم تجار التجزئة الذين بدورهم يبيعونها لمين؟ للمستهلكين تجار التجزئة دول ممكن نطلع لهم ايه بيبيعوا في المحلات يعني اللي هم العاديين اللي احنا بنشتري منهم على طول احنا بنشتري منهم طيب وتجارة التجزئة برقم واحد في النوع الأول تجارة الجملة ثانيا تجارة التجزئة وتكون كمية البضائع البضائع المتاجر يعني التي تتم المتاجر فيها تكون محدودة قليلة أقل هنا كانت كبيرة كثيرة هنا محدودة وقليلة من بضائع تجارة الجملة حيث يشتري تاجر التجزئة وبعدنا فيه تاجر جملة وفيه تاجرية تجزئة هذا التاجر اللي هو الصغير بقى يشتري كميات تناسب حاجة السوق ثم يبيعوها للايه؟ للمستهلكين تناسب حاجة السوق اللي هما الناس اللي هما بيشتروا باختصار يعني هات من الفكرة طبعا هو عايز المعنى من الفكرة وليس من عندك مرادف كلمة معينة كلمة ايه؟ معينة كلمة معينة مرادفها طبعا من الفكرة ممكن كلمة ايه؟ محددة كلمة محددة اهي طبعا دي محددة اللي هي معناها معينة انما دي محدودة اللي هي قليلة خلي بلك في فرق هنا فيه ووزية داي طيب مضاد كلمة الخارجية اكيد طبعا الايه؟ الداخلية اللي هي في كلمة التجارة اللي الداخلية طيب مفرد مناطق قلنا كلمة ايه؟ منطقة ايه كلمة منطقة يعني هي بكسر الايه؟ بكسر المين؟ ضع علامة صح وعلامة خطأ تتم التجارة الداخلية بتداول السلع وتبادل السلع بين بلدين مختلفين طبعا الكلام ده خطأ ده الكلام ده دي التجارة تنهيين التجارة الخارجية اللي بين بلدين مختلفين بين بلد مختلف يشتري تاجر الجملة كميات كبيرة من البضائع طبعا طالما تاجر الجملة كميات ايه كبيرة؟ يبا الإجابة صح إنما طبعا لو تجر التجزئة بكميات قليلة أو محدودة بما تعرف التجارة الداخلية تعريفها ايه؟ معناها ايه؟ هي العمليات التجارية التي يتم فيها تداول وتبادل السلع بين التجار في السوق المحلي ضمن منطقة جغرافية محدودة يبا هذا هو التعريف هذا هو التعريف رقم سؤال رقم جي بعد ذلك للتجارة الداخلية نوعين كلنا باختصار تجارة الجملة وكذلك تجارة التجزئة بالجملة والتجزئة طبعا ايه بدأ باختصار يعني بدون ايه؟ بدون تعريفات استخرج من الفكرة ايضا جمع مذكر سالما جمع مذكر سالم بها ينتهي بهوينون او بياء وينون زائدتين طبعا بيكون زيادة عن الكلمة يعني مثلا ممكن نوع المستهلكين للمستهلكين كلمة مستهلكي ايه بتنتهي بايه؟ لون لانا مفرطة مستهلك ايه بتنتهي عند الكيف يبا ايزا إليا و النون هنا اي زائد ادي المستهلكين و ادي المستهلكين وهكذا يعني بنبحث عن كلمة اخرها هو و نون او يا و نون طيب المهم البعضه استخرج جمع جمع تكسير جمع تكسير جمع تكسير عكس بقى ايه عكس الكلام ده يعني لا ينتهي بايه؟ بوا و نون او او يا ايه و نون ممكن مثلا نستخرج كلمة كلمة بضائع كلمة بضائع طبعا جمع بضاعة هي جمع بس لا تنتهي بوا و نون او يا و نون ولا ارف و تا كلمة تجار اللي هي جمع تاجر كلمة السلع السلع ها طبعا جمعي سلع وهكذا طبعا هذه الاشياء لا تنتهي بايه؟ لا تنتهي بوا و نون ولا يا و نون وهكذا ننتقل الى النشاط الثالث التجارة الخارجية باذا لدينا تجارة داخلية و خارجية و في تجارة ثالثة اخذناها ورد الايه؟ الالكتروني طيب التجارة الخارجية ما معنىها؟ يقصد بها العمليات التجارية التي يتم فيها تداول السلع بين بلدين مختلفين ها دي اهم شيبة وتلعب دورا مهما في تنمية الاقتصاد في زيادة طبعا الايه؟ الاقتصاد وتنقسم الى ثلاثة انواع بالتجارة الخارجية دي تلاثة انواع تجارة التصدير تصدير للخارج تكون عن طريق بيع البضائح من داخل بلد الى خارج حدوده يبا دي معنى كلمة الايه؟ التصدير يبا التصدير بنبيع السلع الى الخارج ها دي بلدنا فبنصدر اهو بنصدر يبا بنبيعها للدول الاخر طيب العكس تجارة الاستيراد بنستورد بقى من الخارج تكون عن طريق عن طريق الشراء يبا هنا عن طريق بيع يبا التصدير بنبيع انما الاستيراد بنشتري عن طريق شراء البضائع من بلد اخر العكس بقى تماما بنرجع بقى بإحنا اللي بنشتري من البلاد الاخرى طيب من بلد اخر وجلبها الى البلد الموطن وطنة يعني وتجارته ده النوع بالتالت في تجارة اسمها تجارة الايه الترانزيت ايه تجارة دي تكون عن طريق نقل البضائع من تاجر وسيط الى بلد من بلد المنشأ اللي هو البلد المصنع يعني او المنشئ طيب بلد المنشئ او المنشأ يعني اللي هو نشأت فيه الايه او صنعت فيه هذه الايه البضاعة الى بلد اخر لماذا؟ لتتم معالجتها ثم نقلوها الى البلد الايه المستورد يبا ازا فيه فيه وسيط في النص فازاك سموها ايه سموها ترانزيت المهم بتتم معالجتها يعني بيتم ايه اه بيعملوا فيها بتصنع فيها او بيزاد فيها اي شيء وبالتالي يعني ما بتكونش خلصة يعني خلاص يبا هي بعد ازاك بتنتقل للبلد الايه المستورد المهم ضع علامة صح وعلامة خطأ كلمة تنمية معناها شهرة طبعا خطأ التنمية اللي هي الايه اللي هي الزيادة هنا والتطوير طيب بعد ذلك كلمة المستورد عكسها المصدر هل هذا الكلم صحيح؟ طبعا صحيح لأن عكس الاستيراد الايه التصدير بعد ذلك كلمة بلد جمعها بلاد صح وأيضا بلدان أكمل ما يأتي التجارة الخارجية ما هي؟ هي العمليات التجارية التي يتم فيها تداول السلع بين بلدين مختلفين بعد ذلك تلعب التجارة الخارجية دورا مهما في ماذا تجارة الخارجية إيه دورها؟ كما كنا في تنمية الاقتصاد تنمية وزيادة الاقتصاد كيف تتم تجارة الترانزيت؟ طبعا عن طريق نقل البضاءة من تاجر وسيط من بلد المنشأ إلى بلد آخر لتتم معالجتها ثم نقلها إلى البلد المستور يبقى دي البلد اللي هو البلد اللي هو بيصنعها أو البلد الأساس اللي هو بيصنع السلع دي وبعدين تروح بلد تانية البلد تاني دي بيئيه؟ بيتم معالجتها فيه معالجتها يعني بتتأفل مثلا بيصدروا عربيات تتأفل هناك مثلا وهكذا المهم بيحصل فيها بيئيه؟ تكملة يعني تكملة للصناعة أو تأفيل الصناعة وهكذا المهم يفيه في شوية تفاصيل وبعد كده تروح للبلد اللي هو المستورد يعني لا يتم يبقى دي البلد اللي هو الأساسي المصنع وده اللي ايه المستورد ده البلد المصدر وده اللي احنا ايه المستورد طبعا لا يتم مباشرة هكذا ولكن عن طريق وسيط في النص بقى بعد ذلك للتجارة الخارجية يبقى إذا نقولنا كيف تتم هادي بقى الجزئية دي كلها كده للتجارة الخارجية ثلاثة أنواع هنذكرها بقى إجمالا ايه هما تجارة كما قلنا او الحاجة التصدير ثم الاستيراد ثم الايه الترانزيت اكمل بجمع مؤنث سالم واذكر علامة اعرابة جمع المؤنث السالم تعتني ايه بالابناء اكيد طبعا للامهات هو عايز جمع مؤنث سالم فطبعا هنا بينتهي بالف وايه وتاء تعتني الامهات فاعل مرفوع لمترفع الضمة لأنه جمع مؤنث سالم واذكر علامة الاعراب يبقى إذا العلامة هنا الضمة هو عايز العلامة فقط يذهب الطلاب برضو عايز جمع مؤنث سالم يذهب الطلاب إلى ايه عايزين كلمة تكون جمع مؤنث سالم نقول مثلا إلى المكتبات مكتبات اهي برضو بتنتهي بالف وايه وتاء طيب إلى المكتبات إبقى إذا إلى حرف جر المكتبات اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكثرة لأنه جمع مؤنث سالم ننتقل سريعا إلى النوع الثالث من أنواع التجارة وهي التجارة الإلكترونية هي مجموعة الأنشطة التجارية التي تتم عبر الإنترنت لذلك سموها إلكترونية وقد قدمت التجارة الإلكترونية الكثير من المنافع طبعا التجارة هنا فاعل والكثير مفعول به قدم الكثير من المنافع والفوائد للبشرية طبعا اللي هي عكس الأضراف سواء على مستوى الأفراد ايه بقى المنافع اللي قدمتها على مستوى الأفراد على مستوى الأشخاص فقط كإتاحة فرص عمل من المنزل ممكن تتاجر وانت في المنزل عن طريق النت وفتح أبواب العمل أمام ربات البيوت الأمهات اللي في البيوت مش لازم تنزل وتشتغل ممكن يشتغلوا من البيت والزاوي طبعا دي اسمها الذاوي اسمها ناس أقول زيوي لا هي أي ذاوي كده بفتح الذاوي المهم ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الإعاقة أيا كانت أيا كان نوعها ممكن يقدر برضو يشتغل من البيت وكذلك المتقاعدين عن العمل لأي سبب كان هو متقاعد مش قادر يشتغل فممكن يشتغل من البيت يبقى إذن تجارة الإلكترونية مهمة جدا فدت ناس كتير وأيضا إرسال البضائع بسهولة وسرعة فائقة يبه هذا على مستوى الأفراد ثانيا على مستوى الشركات مش فرض بس هو اللي بيتاجر لا الشركة بقى فقد مكنت التجارة الإلكترونية من توسيع السوق على نطاق عالمي لأنه بقت سهلة خالص أنت ممكن تشتري من أي مكان في العالم الشركة وتصنيع المنتجات وفقا لما يرغب فيه المشتري الحاجة ممكن تتصنع على هوى المشتري حسب ما يحب ليه؟ بيتواصل بقى بسرعة بسهولة مع الناس المصنعين والشركات بيصنعوا الحاجة اللي أعايزة تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين معنى كلمة المنافع كما قلنا هي كلمة الفوائد ومضاد إرسال استقبال لك مرسل ومستقبل مفرد كلمة الأنشطة النشاط النشاط نلاحظ أن هنا أنه المشددين شدة وفتحة حرف المشدد بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك هنا بحركة الفتحة بالتالي اللامدة شمسية لأنها لم تنطق ضع لما تصح ولما خطأ تتم التجارة الإلكترونية تتم عبر الإنترنت طبعا صح استطاعت التجارة الإلكترونية توسيع السوق على نطاق عالمي صح ماذا يقصد بالتجارة الإلكترونية معناها إيه مجموعة الأنشطة التجارية التي تتم عبر الإنترنت ممكن نكتب لحد هنا اذكر بعض فوائد التجارة الإلكترونية على مستوى الأفراد كما كنا إتاحة فرص عمل من المنزل فتح أبواب العمل أمام ربات البيوت وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين عن العمل ثلاثة إرسال البضائع بسهولة هو سرعة فائقة كل هذه فوائد على مستوى الأفراد طيب بعد ذلك أكمل الجملتين الآتيتين باسم موصول أسماء الموصول الذي والتي والذين خلاص وهكذا يعني طيب البيت إيه أعيش فيه كبير طبعا الذي احنا عايزي اسمه وصلكم مناسب البيت الذي طبعا الذي بتستخدم مع المذكر إنما التي مع المؤنس بل بيت الذي أعيش فيه ماله كبير بمناسبة البيت هنا تبقى ممتدأ وكبير خبر لأن هي الكلمة التي أتمت المعنى هي الخبر اللي بيتم من معنى إيه الجمل أو هتقولي البيت وبعدين الذي خبر أو أعيش خبر لا الخبر هو الذي يتم من معنى إيه الجمل يبالبيت الذي يعيش فيه ماله هتقوله كبير فاذا اللاعبون أكيد طبعا هنا اللاعبون جمع طبعا جمع مذكر يبقى نستخدم معها الذين طيب لو مثلا اللاعبات بلاتي أو اللائي تدربنا طيب المهم فاذا اللاعبون الذين تدربوا جيدا بلذين هنا اسمه وصول طبعا مناسب للجمع تابع معي الفيديو القادم وهو حل أنشطة الأضواء على القواعد النحوية الخاصة بالجملة الفعلية درس طبعا مهم جدا في غاية الأهمية التدريبات مهمة بتدربك على الجملة الفعلية هنفهمها أكتر بإذن الله في الفيديو القادم كان هذا كل ما لدينا وإن كان لديك أي سؤال واستفسار اكتبوا لنا في التعليقات شكرا لك على المشاهدة لا تنسى لا تنسى أن تقوم بالإعجاب بهذا الفيديو ومشاركته مع الآخرين حتى يستفيد منه الجميع كذلك الاشتراك في هذه القناة أيضا قناتكم روائع المعرفة ويمكنكم الضغط على قوائم التشغيل ادخل على قوائم التشغيل في القناة تجد طبعا المزيد من الدروس والشروحات والتدريبات لكل الصفوف اختر الصف تجد فيه الكثير والكثير من الدروس بإذن الله عز وجل تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته